رأيك التحالف يعني دعوة التحالف لاستخطاب خلنقول مستقلين بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلنقول نسفة التفاهمات مع الطرف الآخر وغلقت باب الحوار جذريا صحيح هذا قرار حقيقة يأتي بعد جدل استمر أشهر طويلة حقيقة يعني اليوم رمضينا أكثر من ستة أشهر على موعد الانتخابات دون وجود رئيس الجمهورية ودون انتخاب أو تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة والبلد معطل يعني والناس تنتظر نتائج تنتظر يعني خصوصا الذين ذهبوا إلى الانتخابات قولون نحن ذهبنا إلى الانتخابات من أجل أن نأتي أو تشكل حكومة جديدة تنسجم مع مطالب الشعب مع التشرينين وما قدموه من دماء بانتظار أن نخرج من هذه الأزمات المتلاحقة والعميقة وإذا بالأمور هي ذات الصراعات والخاسر الوحيد هو المواطن في هذا الجدل وهذا الصراع التنافسي من أجل السلطة طيب الإشكالية أنه ظهور فكرة الثلثة المعطلة هذه القضية الثلثة المعطلة هي فكرة حقيقة طرحت في لبنان بعد مؤتمر الطائف عام تسعين وجاءت حقيقة يعني لتشكل لكي لا تنفرد الأغلبية في القرارات داخل مجلس الوزراء طيب وليس بالبرلمان اليوم التجربة العراقية تمارس الموضوع داخل البرلمان في حين ما حصل في لبنان أن الثلثة المعطلة كان داخل مجلس الوزراء يعني الثلثة داخل مجلس الوزراء ممكن أن يعطل القرارات المتخذة داخل مجلس الوزراء لكن يبدو لي يعني هنا أكو يعني التفاف دستوري أو شيء من هذا القبيل من أجل تأكيد الحالة التوافقية يعني وعدم مغادرتها والبقاء في مساحة السلطة ترجمة نانسي قنقر